السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ازايكم حبيبي كل سنة وانتو طيبين ينعاد علينا وعليكم الايام بكل خير يا رب وحشتوني جدا جدا معلش انا غبت عنكم الشهر ده كله والله الظروف قوية جدا غصب عني ربنا واحدة اللي اعلم بيها والحمد لله رب العالمين احنا النهاردة يعني ايه بنعمل بقى ايه شوية تجهزات سريعة كده ان شاء الله قبل العيد وكمان هوريكم جبت شوية مشتريات حوال رهالكو دلوقتي اهيت وحنعمل صنية كفتة بالخضار حلو قوي 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 ان شاء الله رب العالمين هتعجبكم انا جبت شوية حاجات كده على السريع النهاردة بقالي فترة طويلة جدا ما نزلتش ولا رحت ولا جيت وكان عندي شوية حاجات كده عكعكات يعني والحمد لله رب العالمين انا جبت هنا جبت الفلية بقى بتاعت الشاي بتاعي ده المزاج بتاعي انا وبنتي وجبت شوية توابل طبعا علشان خاطر العيد وكده لان مش محتمل ان انا انزل تاني قبل العيد يعني ان شاء الله رب العالمين من غير شر كده وجبت فلفل اخضر وجبت شوية حاجات كده كان في عروض جبت طفاح طفاح السكالي ده جامل قوي جبت طفاح طبعا بقى بنحاول نملة تلاجة يعني ايه على قدر الامكان على حسب احتياجاتنا في الاسبوع بتاع العيد وهنا جبت المنظف بتاع الاسطح الترابيزات والحاجات دي كلها بس انا دايما اجيب ريحة الليفندر بتبقى حلوة قوي جربوها الليفندر ده حلوة قوي قوي وكمان بيعمل طاقة ايجابية جامدة جدا وكان في عروض مناديل طبعا بقيت الكيس تحت على الناحية التانية جبت عرض كامل وجبت شامبو للدوف علشان بنتي بتستخدمه بتحبه وجبت عصير الجوافة برضو كان عليه عرض اللي هو البيور من غير سكر حلو قوي برضو لذيذ انا بحبه جدا جدا انا وبنتي وجبت ازازة لبنتي حبيبتي علشان السقعة بقى وكده وقصدي المياه السقعة يعني جبتها هي بتحب النظام ده في الازايز وجبت هنا عرض فول برضو جبت اربعة في اتنين كمان الفول بنتي بتحب في العيد ده كل الفول المعلب ده مع الفسيخ كل سنة وانتو طيبين يلا بقى ايه شير وسبسكرايب واللايك للفيديو ما تنسوش تفعله الجرس احنا نبدأ بقى على بركة الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف ايه الكفتة بتاعتنا حاجة حلوة قوي وبسيطة ارميها كده في الفرن مش هتاخد معاكي وقت خالص انا عندي هنا دول ربع كيلو لحمة مفرومة كمان الميزة فيها ان هي ممكن تعمليها باي كم من اللحمة المفرومة دول ربع كيلو لحمة مفرومة وعندي هنا بطاستايا واحدة متقطع مكعبات صغيرة زي ما احنا شايفين وعندي تمطمية برضو متقطع مكعبات صغيرة زي ما احنا شايفين فلفل اخضر اهو اتنين فلفل اخضر مقطعهم برضو كله متقطع مكعبات صغيرة بصلايا صغيرة وعليها فصين توم برضو اهو هنزلها على الحاجة هي كلها الميزة والحلاوة اللي فيها ان كلها بتتعامل على بعضها كده صانية بتبقى حلوة قوي وكمان يعني شيك جدا وطعمها حلو قوي الولاد يكلوها بقى بالعيش بالمقارونة بالرز مش هيفرق وهنا هنحط بقى هنا عوضين كده من الكزبرة او البقدونس وعليهم نصف ارض نشطة حامي وده اختياري لو حبيتي هحط عليهم برضو معلقة كده كبيرة من الصلصة اهيل زي ما احنا شايفين وهحط زيت زاتون برضو زيت الزاتون ده انا اشتريته النهاردة بس تنسيت اقول لك اقول لكو عليه اشتريت اتنين الزيت الاندونيسي ده حلو قوي 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 وريحة جمدة جدا جدا واصلي اصلي يعني الحقيقة وهحط هنا بقى معلقتين صغيرين من معلقة الايس كريم ديت البابريكا وفلفل اسود وملح وهي دي التوابل بتاعتنا انا باوريكم المعلقة دي بتاعت الايس كريم هحط بقى فلفل اسود برضو وهحط ملح طبعا انا مشغلة الفرن يسخن وهحط هنا بقى برضو الملح وهقلب كل ده مع بعض افكركم تاني حبيبي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اللايك والشير للفيديو علشان طريقة الكفتة دي حلو قوي قوي وهتعجبكم ان شاء الله رب العالمين ريحتها يعني ريحتها من قبل ما دخلها الفرن كمان جميلة جدا هنقلب بقى كل ده مع بعض كده جبت قلب بايوريكس كده جنبي قدامك هون نحية التانية كنت انفكرة ان انا احتاجه يعني كنت حيبقى القارب ده صغير بس الحمد لله رب العالمين طلع مظبوط والمقاس مظبوط بالزبط هبدأ بقى ان انا اضغط عليها انا كنت جايبة ده مورهولكو اهوت بس الحمد لله انا محتاجتهوش هضغط بقى كده عليها وادخلها الفرن الفرن بقى الاول ما هدخلها فيه هدقى هحط درجة حرارة 200 وهحطها هي كلها معي على بعضها كده هتاخد من نص ساعة لاربعين دقيقة بس هدخلها كده وبعد شوية هطلحها هيت زي ما انتو شايفين راحت هواه جميلة جدا 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 علشان بقى نضيف عليها جبنة موزاريلا لو عندك جبنة موزاريلا اوكي عندك جبنة كريمي برضو زي الجبنة الكيري او كده اوكي ما عندكيش عايزة تحطي شريحة جبنة رومي تقطعيها كده بايدكي او بالمفرمة ما فيش اي مشاكل خالص يعني ما فيش حاجة هتوقفنا اي نوع جبنة متوفر عندك استخدميه وحتبقى حلوة جدا جدا لو ما عندكيش وعندك جبنة قريش او جبنة بيضة حطي عليهم ثلاث معالي اللبن وخدي قطعة من الجبن البيضة او الجبنة القريش ويادربيهم مع اللبن كده ربيهم بشوكة ولا بحاجة وبردو افريديها على الوش هتبقى حلوة قوي يعني انا بديكي كل الاختيارات علشان ما نقفش في اي حاجة هدخلها الفورن تاني بقى فوق عشر دقايي انا ما ولعتش الشواية هي كلها استوت على بعضها وتحمرت وكل وساحة الجبنة من النار بتاعتها بتاعت الفورن من تحتها عادي مفيش مشاكل هنقطع بقى حتة كده ونشوفها والله يصدقوني جميلة جدا ده انا كمان ما قطرتش الجبنة علشان الجبنة بتبقى دسمة وانا حاكل منها الصراحة فحلوة قوي قوي هتلاقوا دلوقت الجبنة بتشد انتوا بقى ممكن تقطروا الجبنة زي ما انتوا عاوزين اهي بسوا الجبنة بتشد بس انا زي ما قلتلكوا علشان مش مقطروها فبتبقى حاجة بسيطة جميلة يا جماعة جدا جدا سهلا جهزيها كده في خمس دقايق وترميها في الفرن وتكبر دماغك وتطلعي بها على الفطار مية مية الفهنا وشفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته